بيحصل أي حاجة لما حد بيعرض مشكلته على الجروب عندك أن مثلاً بيكون فيه تنمر أو طريقة مثلاً يعني مش كويسة أن حد عرض مشكلته في حد التاريق أو حد مثلاً استهزق بالموضوع اللي تعرض أكيد طبعاً فيه يعني الأراء كتير فيه ناس بتتكلم بطريقة كويسة فيه ناس ممكن تدي رأي عادي فيه ناس ممكن تخش متناقض للموضوع بس برضو هرجع لنفس النقطة أن أي تناقض أو أي نقاش يبقى بأدب ويبقى ما فيش غلط في الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها وأي إساءة أو أي حاجة فهو ما بيبقاش فيه ده أنه هو يفضل في الجروب لأن الجروب مش كده يعني الجروب لو حد عنده مشكلة نتناقش فيها بأدب ممكن نوصل له بحل إنما مش هخش أتنمر عليه هو مش بيعرض لي مشكلته عشان أنا أخلي حدث يعني بس دير التنمر عمتب بيحصل بشكل كبير جداً أنا على السوشال ميديا مش مثلاً على جروب معين أو جروب تاني أكتر حاجة حصلت دايقت حد من الناس اللي على الجروب أو دايقتك أنت كان أنت المسؤول عن الجروب يعني بيضايقني لو فيه تنمر في مشكلة بيضايقني لو مثلاً حد محتاج حاجة مثلاً وهي مش موجودة فطبع هو أنت يعني متعرفش تجيبها فطبعاً بيبقى الكلام ده كله عادي أنا بمتصه يعني ما عنديش مشكلة ومش بشيل الحد ده من الجروب لأنه حقه عادي أنه يتكلم أو يسأل بس لو فيه تنمر ده طبعاً بيضايقني جداً لأن أنا ما قبلهاش على أي حد في الجروب يعني لأنني مش عامل الجروب لكده عامل الجروب لأن الناس تبقى مرتاحة حاجة لأن الرجالة ما عندهاش حاجة كده ما فيش جروبات كتير للكلام ده فطبعاً هو لازم يبقى بيتكلم مرتاح مش لازم تبقى مشكلة قوية قوي يعني الجروب مش للمشاكل القوية الجروب للفطفضة الراجل بطبعاً بيفطفضة عادي يعني مش بيجي يتكلم في مشكلة من جوة البيت كبيرة عشان أنا حلها له لا مش كده يعني بس